السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون التغير المئوي للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني نبدأ بحل تمارين فقرة تأكد نبدأ بأسوال الأول أوجد التغير المئوي فيما يأتي وقرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر وبين إذا كانت تغير المئوي زيادة أم نقصان عندي الثمن الأصلي أربعين الثمن الجديد اثنين وثلاثين نقص هنا نقول له نقصان هنا يهمنا الجديد إذا كان أقل من الأصلي يكون نقصان إذا أكثر زيادة نبدأ الآن نقول له طبعا مقدار التغير المئوي نرمز له مثلا بالرمز ميم مقدار التغير الفرق بين الثمنين أربعين ناقص اثنين وثلاثين على الثمن الأصلي أربعين أربعين ناقص اثنين وثلاثين ثمانية على أربعين طبعا على ثمانية نبسطهم على ثمانية فيها واحد على ثمانية كام خمسة إذا بيكون واحد على خمسة هل يوجد عدد أقدر أضربه في الخمسة ويعطيني مئة نعم هو كام عشرين نضرب في البسط والمقام واحد ضرب عشرين عشرين خمسة ضرب عشرين مئة إذن النسبة هي عشرين بالمئة ومثل ما قلنا التغير المئوي نقصان إذن هنا نقول عنه نقصان هذا بالنسبة إلى سؤال واحد ننتقل الآن إلى سؤال اثنين العدد الأصلي خمسة وعشرين العدد الجديد ثنين وثلاثين زاد هنا يكون زيادة لأن الأصلي أقل الجديد هو الأكثر فزيادة يصير نقول لها مقدار التغير ثنين وثلاثين ناقص خمسة وعشرين على العدد الأصلي على العدد الأصلي كم خمسة وعشرين ثنين وثلاثين ناقص خمسة وعشرين يساوي سبعة على خمسة وعشرين هل يوجد عدد أضربه في الخمسة وعشرين ويعطيني مئة نعم ضرب كم أربعة وهذا بيكون ضرب كم أربعة سبعة في أربعة ثمانية وعشرين خمسة وعشرين ضرب أربعة مئة إذن النسبة هي 28% هنا طبعا بيكون التغير المئوي زيادة سؤال ثلاثة المسافة الأصلية 325 المسافة الجديدة 400 المسافة الجديدة 400 يعني زيادة لأن المسافة الجديدة أكبر من الأصلية إذن نقول لها مقدار التغير المئوي هو الفرق بين المسافة 400 ناقص 325 على المسافة الأصلية 325 400 ناقص 325 خمسة وكم وسبعين على 325 هنا نحتاج إلى وين إلى القسمة على القاسم المشترك الأكبر وهو قسمة 25 75 قسمة 25 ثلاثة 325 قسمة 25 فيها 13 هنا ما لا يوجد عدد الضربة في 13 يعطيني مياه فأحتاج إلى وين القسمة المطولة نضيف صفر نضيف صفر فاصلة الثلاثين كم 13 فيها اثنين نحتاج نطلع ثلاثة أعداد على الأقل ونجي بالنسبة المئوية الثلاثين قلنا اثنين اثنين في 13 ستة وعشرين ثلاثين ناقص 26 أربعة نضيف صفر الأربعين كم 13 فيها ثلاثة فيها ثلاثة ثلاثة ضرب 13 تسعة وثلاثين فيها واحد نضيف طبعا هنا بيكون صفر ثم أيضا نضيف صفر آخر ونرفع صفر في الأعلى لأنه ما يتكفي العشرة المئة كم 13 فيها المئة تقريبا نقول مثلا ستة ستة نجرب الستة ستة في ثلاثة ثمانتاش واحد باليد ستة في واحد ثمانية وسبعين نقول فيها ثمانية ثمانية في الثلاثة أربعة وعشرين ثمانية في واحد بيكون أقل فيها سبعة نوقف طبعا نضرب في مئة هذا العدد صفر فاصلة ضرب مئة إذن بيكون الناتج نحرك الفاصلة مرتين إلى اليمين ثلاثة وعشرين فاصلة صفر سبعة بالتقريب السبعة كريمة تأتي الصفر يصبح واحد ثلاثة وعشرين فاصلة واحد بالمئة هذا هو الناتج هنا بيكون أيضا زيادة لأن نتحول من ثلاثمية وخمسة وعشرين إلى وين لأربعمية هنا بيكون زيادة ننتقل الآن إلى سؤال أربعة أوجد ثمن بيع كل قطعة مما يأتي كتاب بستين ريال بربح خمسة وثلاثين ننقل 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 ستين أو خمسة وثلاثين بالمئة ننطلع الآن مقدار الربح ثم نضيف على السعر الأصلي ضرب ستين صفر يروح مع الصفر نضرب ستة في خمسة وثلاثين ستة في خمسة ثلاثين ستة في ثلاثة ثمنطعش مع الثلاثين واحد وعشرين إذن نقل يساوي مئتين وعشرة على عشرة صفر روح مع الصفر صير الناتج واحد وعشرين الواحد وعشرين نضيفها مع وين مع السعر الأصلي زائد ستين يساوي واحد وثمانين ريال هذا هو ثمن البيع الجديد واحد وثمانين ريال حدى بسبعة وثمانين ريال بربح ثلاثة وثلاثين بالمئة نقول لي أولا ثلاثة وثلاثين قسمة مئة ضرب سبعة وثمانين نضرب سبعة وثمانين ضرب ثلاثة وثلاثين وبعدين نقسم على مئة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين مع ثلاثين باليد ستة صفر ثلاثة في سبعة واحد وعشرين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين زائد اثنين ستة وعشرين هنا نقول له طبعا زائد واحد ستة زائد واحد سبعة اثنين زائد ستة ثمانية وهنا بيكون اثنين هنا طبعا نقول له يساوي الفين وثمانمائة وواحد وسبعين قسمة كم حرك الفاصلة الى اليسار مرتين يساوي ثمانية وعشرين فاصلة واحد وسبعين ريال هذا مقدار الربح ثمانية وعشرين فاصلة واحد وسبعين هلا لا نضيفه على السعر الاصلي اذا نقول له ثمن البيع ثمن البيع يساوي سبعة وثمانين زائد ثمانية وعشرين فاصلة واحد وسبعين واحد وسبعين كما هي لانه بتكون في الجزء العشري سبعة زائد ثمانية سبعة زائد ثمانية خمسة عشر واحد باليد ثمانية زائد اثنين عشرة واحد باليد احداش الناتج بيكون اه اه او الثمن الجديد مئة و اه خمسة عشر فاصلة واحد وسبعين ننتقل الان الى سؤال ستة دراجات اوجد ثمن البيع لدراجة سعرها الاصلي أربعمائة وتسعين ريال بعد خصم أربعين بالمئة من ثمنها طبعا اذا قال لي خصم نقول له مئة ناقص أربعين نساوي ستين بالمئة ناخد ستين بالمئة عشان نطلع لي الثمن مباشرة الجديد نقول له ستين على مئة ضرب أربعمائة وتسعين صفر مع صفر ستة الصفر اللي فيه ستين مع الصفر الثاني يبقى واحد في وين في المقام فقط باقي علي أضرب ستة ضرب تسعة واربعين ستة في تسعة أربعة وخمسين ستة في أربعة ثم ستة في أربعة أربعة وعشرين زائد خمسة تسعة وعشرين مئتين واربعة وتسعين ريال اذا نقول له ثمن البيع يساوي مئتين واربعة وتسعين ريال هذا سعر الدراجة الجديد ننتقل الآن إلى فقرة تدرب وحل المسائل أوجد التغير المئوي فيما يأتي وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لزم ذلك وابين إذا كانت تغير المئوي زيادة أو نقص هنا طبعا من ستة إلى تسعة زاد زيادة هنا طبعا من سبعة وشرين إلى تسعة وثلاثين أيضا زيادة من الأصلي من ثمانين إلى أربعة وستين نقص نقص نبدأ الآن طبعا عادي أقدر أقول له تسعة ناقص ستة ناخد الكبير ناقص الصغير أفضل سواء كان هو الأصلي أو الجديد زيادة إذا نقول له مقدار التغير المئوي الفرق بين سعر التذاكر الأصلي والجديد أو عدد التذاكر نقول له تسعة ناقص ستة على الأصلي عدد التذاكر الأصلي كم؟ ستة يساوي تسعة ناقص ستة ثلاثة على ستة على ثلاثة فيها واحد على ثلاثة فيها اثنين الواحد على اثنين نقدر نضربه في خمسين علشان يطلع لي مئة في المقام وهذا في كم في خمسين صغير عندي خمسين على مئة إذن النسبة هي خمسين بالمئة أو مثل ما قلنا زيادة مقدار التغير سؤال ثمانية تسعة وثلاثين ناقص سبعة وعشرين على السعر الأصلي سبعة وكم وعشرين تسعة وثلاثين ناقص سبعة وعشرين يساوي اثنى عشر على سبعة وعشرين اثنين هم طبعا يقبلوا القسم على ثلاثة على ثلاثة فيها كم أربعة على ثلاثة كم تسعة هنا طبعا لا يوجد عدد الضربة في تسعة يعطيني مئة نلجأ إلى وين القسمة المطولة أربعة على تسعة نضيف صفر فاصلة كم تسعة في الأربعين أربعة أربعة في تسعة ستة وثلاثين يساوي كم أربعة أيضا نقول لي أربعة نضيف إليها صفر أربعين قسمة تسعة فيها أربعة أربعة في تسعة ستة وثلاثين فيها أربعة بيطلع عندي دائما أربعة نقول لي طبعا صفر فاصلة أربعة 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 ضرب مئة يساوي نحرك الفاصلة مرتين أربعة واربعين فاصلة أربعة بالمئة هذه هي النسبة المئوية وهنا نقول عنها ماذا زيادة سؤال تسعة سؤال تسعة رح نقول لها مقدار التغير رح نقل نقصان ثمانين ناقص أربعة وستين على السعر الأصلي ثمانين يساوي ستة عشر على ثمانين ثلاثينهم طبعا يقبلوا القسمة على ستة عشر ستة عشر على ستة عشر واحد على ستة عشر خمسة نقوم بضرب الخمسة في كم في العشرين علشان يعطيني مئة في المقام يعطيني النسبة مباشرة واحد ضرب عشرين عشرين خمسة ضرب عشرين يساوي مئة إذن نقول له الناتج يساوي عشرين بالمئة وهنا طبعا بيكون التغير المئوي نقصان تحول من ثمانين إلى أربعة وستين ننتقل الآن إلى سؤال عشرة من نفس الطريقة نقول له من خمسم مئة وستين إلى أربعم مئة وعشرين هنا يكون نقصان من ثمانية وستين إلى واحد وخمسين نقصان من مئة وخمسين إلى ثمانية وتسعين أيضا نقصان جميع هذه الأمثلة بتكون نقصان نبدأ الآن أولا بسؤال تسعة عفوا سؤال عشرة طبعا عندي سؤال عشرة خمسمية وستين مقدار التغير المئوي خمسمية وستين نقص أربعمية وعشرين على السعر الأصلي وهو خمسمية وستين خمسمية وستين نقص أربعمية وعشرين يساوي مئة وأربعين على خمسمية وستين صفر يروح مع الصفر يبقى عندي أرباطاش على ستة وخمسين طبعا بالقسم عليك عشرة أيضا نقسم على سبعة بإمكاني أقسم الأرباطاش على سبعة فيها اثنين على سبعة فيها كم ثمانية على اثنين واحد الثمانية على اثنين أربعة هل يوجد عدد أضربه في أربعة يأطيني مئة نعم خمسة وعشرين نضربها في البسط والمقام واحد في خمسة وعشرين خمسة وعشرين أربعة في خمسة وعشرين مئة إذن النسبة المئوية هي خمسة وعشرين بالمئة سؤال الحادي عشر السعر الأصلي مقدار التغير نقول له ثمانية وستين ناقص واحد وخمسين على واحد على ثمانية وستين السعر الأصلي ثمانية وستين ناقص واحد وخمسين يساوي سبعة يساوي سبعة عشر على ثمانية وستين اثنين هم طبعا يقبلوا القسم على كم على سبعة عشر على سبعة عشر فيها واحد على سبعة عشر فيها كم أربعة لأن سبعة عشر ضرب اثنين اثنين وثلاث أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين ضرب اثنين ثمانية وكم وستين هل يوجد عدد أضربة في الواحد في الأربعة ويعطيني مئة نعم 25 وهنا بيكون 25 1 في 25 25 4 في 25 100 إذن النسبة هي 25 هذا بالنسبة إلى السؤال الحادي 10 السؤال الثاني 10 الأصلي 150 مقدار التغير نقول له 150 ناقص 98 يساوي على القيمة الأصلية 150 150 ناقص 98 52 على 150 هنا طبعا نحتاج إلى وين إلى قسمة مطولة أو نقدر نبسطها بعد بالقسمة على 2 نقدر نقول على 2 26 على 2 75 هنا طبعا نبدأ نبسطها 26 على 75 لا يمكن 0 فاصلة نبدأ الآن بالقسمة كم 75 وسبعين في المائتين وستين فيها ثلاث نطلع ثلاثة أعدادي كفي ثلاثة في 75 يساوي مائتين وخمسة وعشرين نستلف الآن من الستة خمسة وهذه بتكون عشرة ناقص خمسة 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 ناقص اثنين ثلاثة إذن بيكون خمسة لا يمكن تقسيمها على الخمسة وسبعين حاط له هين ثلاثة الخمسة وسبعين فيها ثلاثمية وخمسين كم ثلاثمية اربعة اربعة في ثلاث مئة يبقى عندي خمسين الخمسين لا يمكن نضيف لها صفر الخمسة الخمسمية فيها كم؟ فيها تقريبا سبعة لأن الستة فيها أربعمائة وخمسين أربعمائة وخمسين يعني تقريبا فيها ستة فيها كم؟ ستة ستة في خمسة وسبعين يساوي أربعمائة وخمسين هنا بصير عندي خمسين نضيف طبعا إليها صفر آخر هذا عندي الأربعمائة وخمسين خمسمائة ناقص أربعمائة خمسين نضيف لها كم؟ صفر الخمسمائة كم فيها؟ أيضا فيها ستة نتوقف أن ناخذ هذه القيمة صفر فاصلة ثلاثة أربعة ستة ستة ضرب مئة صير عندي يساوي أربعة وثلاثين فاصلة كم؟ ستة وستين الستة كريم يعطي الستة يصبح سبعة إذن أربعة وثلاثين فاصلة سبعة بالمئة بهذا الشكل نقول عنها أيضا نقصان ننتقل الآن إلى السؤال الثالث عشر شاهد شاهد 17.8 مليون مشاهد أحد برامج الثقافية في التلفاز يوم الثلاثة وشاهد البرامج نفسه 16.6 مليون مشاهد يوم الأربعة طبعا هذا مقدار التغير أوجد نقصان المئوي ليش قال لك نقصان؟ لأنه هو من 17 إلى 16 هذا نقصان المئوي في عدد المشاهدين بين يومين الثلاثة والأربعة إذن نقول له مقدار التغير نقول له 17.8 ناقص 16.6 على كم؟ على المشاهدة إلى يوم الثلاثة 17 له الأصلي فاصلة ثمانية هنا ما نقول له طبعا 17 ناقص 16.6 أو 17.8 ثمانية ناقص 6 2 نزل فاصلة 17 ناقص 16 كم؟ 1 على 17.8 2 هم من 10 1 و 2 من 10 17 و 8 من 10 نقدر نشيل الفاصلة 12 على 178 هل نقدر نقسمهم على 2؟ نعم نبسطهم أفضل احنا نبغى نحصل على وين؟ على النسبة المئوية على 2 6 6 على 2 270 المئة وسبعين المئة وسبعين الخمسين هذه فيها مع الخمسة خمسة وثمانين مع الثلاثة ثمانية وثمانين بيكون فيها كم؟ ثمانية وثمانين بيكون تسعة وثمانين تسعة وثمانين هنا الآن لازم قسمة مطولة نشوف الآن 6 على تسعة وثمانين لا يمكن نضيف صفر صفر فاصلة الستين لا تكفي الصفر الثانية ثم صفر في الأعلى الستمئة الستمئة كم؟ تسعة وثمانين فيها الستمئة قسمة تسعة وثمانين تقريبا فيها كم؟ ستة ثم نقوم بضرب الستة في التسعة وثمانين نتأكد أهم شيء ما يكون أكثر من ستمئة أقل من ستمئة بقليل ستة في تسعة أربعة وخمسين ستة في ثمانية ثمانية واربعين مع الخمسة ثمانية واربعين مع الخمسة ثلاثة وخمسين بيكون عندي خمسمائة واربع وثلاثين إذن بيكون صحيح خمسمائة واربعة وثلاثين ثم بعد ذلك نقول لي ستمائة ناقص خمسمائة واربعة وثلاثين يساوي ستة وستين هنا طبعا هذه لا تكفي هنا طبعا نقول لي لا تكفي راح نضيف إليها صفر الستمائة وستين أكيد بيكون فيها كام سبعة بيكون فيها سبعة خلنا نجرب السبعة سبعة في تسعة وثمانية سبعة في تسعة ثلاثة وستين سبعة في ثمانية ستة وخمسين اثنين وستين ستمائة وثلاثة وعشرين إذن بيكون فيها كام سبعة ستمائة وثلاثة وعشرين ثم بعد ذلك طبعا نقول له ستمائة وستين ناقص ستمائة وثلاثة وعشرين يساوي سبعة وثلاثين أيضا نضيف إليها صفر نقدر طبعا هنا نتوقف ونضرب في مية مباشرة زين نقدر نضرب على طول في مية حتى إلى هنا الآن نقدر نوصل إلى وين إلى الحل يكفي طبعا ثلاثة أرقام نقول له صفر فاصلة ستة سبعة نضربها في مية لازم إذا استخدمنا القسمة المطولة نضرب في مية علشان نطلع النسبة نحرك الفاصلة إلى اليمين مرتين يكون الناتج ستة فاصلة سبعة بالمية هذه هي النسبة المئوية في التغير وهنا واش يكون في النقصان تغير بمقدار ستة فاصلة سبعة بالمية ننتقل الآن إلى المجموعة التالية ملاسلة أوجد ثمن البيع في كل حالة مما يأتي غسالة بسبعمائة ريال والربح ثلاثين بالمية أولا نقول له سبعمائة سؤال أرباط عشر سبعمائة ضرب ثلاثين بالمية الصفرين يروحوا مع الصفرين بهذا الشكل ثم يصير عندي سبعة ضرب ثلاثين فقط نطلع الصفر سبعة في ثلاثة واحد وعشرين مئتين وعشر ريال هذا الربح كم يكون ثمن البيع نضيفه إلى السبعمائة نقول له ثمن البيع يساوي مئتين وعشرة زائد سبعمائة يساوي تسعمائة وعشرة ريال هذا هو الثمن السؤال الخامس عشر سؤال خامس عشر حداء بمئة وعشرين ريال الربح عشرين بالمية ضرب عشرين بالمية نشيل الصفر مع الصفر الصفر الثاني إلى فوق مع هذا الصفر يبقى عندي اطنعش ضرب اثنين اربعة وعشرين الاربعة وعشرين نضيفها إلى وين إلى السعر الأصلي إذا نقول له ثمن البيع ثمن البيع يساوي السعر الأصلي مئة وعشرين زائد اربعة وعشرين يساوي مئة واربعة واربعين ريال السؤال السادس عشر ثوب خمسة وسبعين ريال والخصم خمسة وعشرين إذا قال لي خصم نطرحه من مئة مقدار النسبة نقول له 100 ناقص خمسة وعشرين يساوي خمسة وسبعين بالمئة هذي بتطلع لي وين السعر مباشرة ثمن البيع إذا كان خصم ثمن البيع نضربها في السعر الأصلي خمسة وسبعين ضرب خمسة وسبعين بالمئة معا ناخد الخمسة وعشرين ناخد تكملة المئة نضرب خمسة وسبعين في خمسة وسبعين 75 5 في 5 25 35 37 0 7 في 5 35 49 53 52 52 5 1 1 6 5 هنا طبعا لا يوجد أي فواصل نقول له يساوي خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين قسمة كم مئة إذا قسمنا على مئة نحرك الفاصلة هذه إلى وين لليسار إذن بيكون ثمن هذا الثوب ستة وخمسين ريال والربع هذا هو ثمن الثوب ننتقل الآن إلى السؤال السابع عشر عندي كرة قدم مقدار الخصم خمسة وثلاثين وعندي سعر تساطاش ونصف نحتاج إلى نمسح الشاشة فبيكون عندي بما أن خصم قال لي السؤال السابع عشر خصم نقول لي مئة ناقص خمسة وثلاثين يساوي خمسة وستين ناخذ هذه القيمة الخمسة وستين بالمئة عشان يعطيني ثمن البيع مباشرة ثمن إذا خصم نطرحها من مئة إذا ربح لا نجيبها ثم نضيفها إلى السعر وين الأصلي نقول لي ثمن البيع خمسة وستين بالمئة من كم تساطاش وخمسين إذا نقول لي خمسة وستين ضرب ألف وتسعمية وخمسين خمسة في صفر صفر خمسة في خمسة خمسة وعشرين خمسة في تسعة خمسة وأربعين واثنين باليد سبعة وأربعين خمسة في واحد خمسة مع الأربعة تسعة نضيف الصفر ستة في صفر صفر ستة في خمسة ثلاثين ثلاثة باليد ستة في تسعة أربعة وخمسين مع الثلاثة سبعة وخمسين ستة في واحد ستة مع الخمسة أحد عشر نجمع صفر خمسة سبعة ستة عشر واحد باليد اثنين واحد هنا طبعا عندي نحجز منزلتين هذه هي الفاصلة هذه هي القيمة إذن نقولها يساوي 1267 ونصف قسمة ماذا؟ 100 إذا قسمة 100 نحرك الفاصلة على اليسار مرتين إذن يساوي 12.67 فاصلة 67 67 هنا في خمسة طبعا نقربها الخمسة كريمة تعطي يصير 68 هلا لو هنا 12 ريال هذا هو مقدار الثمن أو ثمن البيع لهذه الكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته